السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج صالون الصحة والجمال مصر غلية أوى عند ربنا سبحانه وتعالى مصر تجل الله فيها على أرضها أرض الفيروز سيناء مصر جاء إليها سيدنا يموسف مصر جاء إليها المسيح عيسى عليه السلام وأمه مريم مصر جاء إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج وصلى رقعتين في مهبط المناجاة في جبل المناجاة مصر هي التي احتضنت آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة زينب بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كانت في موقع قربلاء وشهدت المشاهد المؤلمة موت الحسين رضي الله عنه أخيها وموت آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت إلى المدينة فأشار إليها ابن عباس قال لها يا بنت بنت رسول الله ارحلي إلى مصر فإن فيها قوما يحبونكم في الله ويحبونكم لقرابتكم من رسول الله جاءت السيدة زينب إلى مصر واستقبلها أهل مصر بالترحاب خرجت مصر عن بقرة أبيها تستقبل السيدة زينب بنت بنت رسول الله فرحت السيدة زينب بأهل مصر وبما فعله أهل مصر ووقفت أمام أهل مصر وقالت لهم دعوتين آويتمون آواكم الله ونصرتمون فنصركم الله فمصر منصورة بإذن الله ومصر يأويها الله عز وجل فأهل مصر إن شاء الله تعد الكبوة إن شاء الله يعد هذا الحزن ويعد هذا الألم ويعد هذا الفيروس بخير لإن مصر محفوظة بيد الله محفوظة بالله سبحانه وتعالى مصر ذكرها الله في كتابه الكريم يا رب أنصر مصر وأهلها وأنصر الأمة الإسلامية وأنصر العالم كله ونجي العالم كله من هذا الفيروس العظيم هذا الفيروس اللي هو جند من جنودك يا رب ولكن أنت القادر عن أن توقف هذا الفيروس عندما تقول للشيء كن فيكون فسبحان من كان أمره بين الكاف والنون يا رب نجي مصر وشعب مصر والمسلمين جميعا والعالم كله من هذا الفيروس عدنا إليك يا رب فتقبلنا واغفر لنا وارحمنا عزيزي المشاهدين فاصل ونعود إليكم بعد قليل فتابعونا ورجعنا لكم تاني عزيزي المشاهدين بعد الفاصل وحنكمل معاكم في صالون الصحة والجمال وتعودنا إن إحنا بيكون مع ضيوفنا بنتكلم على الأحداث المهمة الأحداث التي إحنا كلنا بنبقى عايشينها سواء كانت المشكلة اجتماعية سواء كانت اقتصادية سواء كانت طبية ولكن في هذا الموقف اللي إحنا فيه والعالم كله فيه مفيش حديث إلا عن هذا الفيروس الصغير ولكن حجمه كبير في الهول والفزع والرعب الذي عمله للعالم كله يعني بيشرفني إن يكون معي النهاردة دكتور ناصر فاروق نائب رئيس تحرير مجلة الإزاعة والتلفزيون والحديث حول كورونا ولكن من ناحية أخرى حنشوف النهاردة دكتور ناصر حيتكلم معنا فيه أهلا بيك دكتور ناصر أهلا بيكو أستاذ المشاهدين بالشعب المصري والشعب العربي وبنطمن الجميع كبوة وهتروح لحالها بإذن الله إن شاء الله دكتور ناصر كورونا هو الأيكونة بتاعة العالم دلوقتي هو الحديث بتاع العالم دلوقتي كورونا كله بيتكلم عن كورونا كورونا فزع وهلع من أدوات الجيل الرابع والجيل الخمس كل شيء بأمر الله وأنا هاخد من كلامك أنت أن انقلب السحر على السحر فأصبح من صنعوه يزوقون مرارته الآن كورونا هو فيروس لا يرى بالعين المجردة زي ما أنت قلت جند من جنود الله كل شيء بيد الله تمام ولكن ربك لو كان عايز يجيب عليها وطيها كان في ثانية أعصار أرض تتقلب على اللي فيها كل حاجة لكن إحنا هنتكلم بمنطق العقل شوية والبحث والتحقيق تمام هذا الفيروس ليس بجديد ولكن تم تطويره وتهجينه وتصنيعه لغزو العالم ضمن حروب بيولوجية وجرسومية طب يعني أخذ من كلامك أن الكورونا صناعة صناعة وبدأ في عام الستين الفلوانزة الأسبانية بأول فصيل من كورونا وتطور بعد ذلك وبقت الفلوانزة العادية بعد كده في سنة تسعين أو تسعة وتمانين بالتحديد ظهر اتش وان اللي هو سارس لا الفلوانزة الطيور الفلوانزة الطيور وصحبه بعد فترة الفلوانزة الخنازير اتش تو وبعد شوية ظهر سارس اللي هو في 2002 نهاية 2002 وصارس كان تهجين جديد لـ 1 و 2 والفلوانزة العادية بعد منه في سنة 2003 لما حصد اللي حصده سارس وتم تحديده وتحجيمه بعض العلماء وبعض الدول دخلت في سباق الحروب الجرسومية لانها اوفر بكتير من الحروب العادية اللي احنا بنشوفها الطيران والدبابات والقنابل الزرية والكلام ده كله ويقدر يصل للعالم كله في سواني تمام زي ما هو حاصل الآن تمام وفي نفس الوقت هي حرب مادية بحتة للارباح لشركات الأدوية للماضية العالمية ايه اللي حصل ان دخل السباق وده اللي عرفناه مؤخرا من الوسائق بتاعتهم اللي فضحتهم ايه امريكا سجلت هذا الفيروس واعلنت عنه سنة 2015 ببراءة اختراع برقم سبعة زير واحد على واحد تلاتة زيرو على واحد زيرو براءة اختراع كورونا اللي هو تاج الموت ومع الوقت احنا ظننا ان امريكا بس هي اللي بتجري في هذا المدمار لما لها من صوابق مع كثير من الاشياء ومنها غاز السرين وغاز الكيميترال الكيميترال دوت غاز من ارهابي غير عادي ضربت بيه دول كثيرة جدا ومنها العراق واشارها العراق فاحتلالها للعراق ومازالت ناس كتير لغاية النهاردة بتعاني من الشلل ومن الامراض المزمنة من الكيميترال ايضا ضربت بيه طالبان في طورابورا وضربت بيه كمان اللهم اذكرني حاولت تضرب بيه ايران بس الضربة جات في سواحي العمان لان فيه اللي الظاهر شيء واللي من تحت المندضة شيء اخر بينهم وبين ايران فوسعتها سموه باعثار جنو ده كان في 2007 تردد في الايام الاخيرة ان اللي بيحصل دوت من غاز السيرين اللي تم تسريبه في قاعدة في افغانستان بعد الاتفاق اللي تم بينهم وبين طالبان واللي على اثره اسيب 57 جندي من الجنود الامريكية اللي راحوا شاركوا في التدريبات العسكرية نهاية 2019 يوم 3 ديسمبر في الصين ومن خلاله تم الانتقال الانتقال بتاع الغاز شيء والانتقال بتاع الفيروس شيء تاني خالص عشان نوضح للناس بس لان فيه خلط على الميديا دلوقتي وبين فيه لغة كتير بيحصل مهي الميديا سلحزوا حدين زي السكينة في المطبخ يا اما تقطع وتأكل منها وتستفيد منها يا اما تعور بها نفسك وتعور بها الاخرين وده اللي بيحصل دلوقتي للأسف هخلص لك النقطة دية وبعد كده أنا تحت عمرك السرين والكيميترال لو الضرب بيأثر في محيط المكان اللي بيرش فيه أو بيضرب فيه والكيميترال غاز خطير جدا وللأسف اللي طوره لهم يعني دكتور عالب مصري كان حاجبين عنه كل الأضواء اسمه مصطفى حلمي الكيميترال دود بيعمل أعصير يعمل جفاف ضربوا بيه كوريا الشمالية موته 2 مليون وأصابوا الأرض هناك بجفاف كاحل وخطير خطير جدا فالحروب البيولوجية والجرسومية مش وليدة اللحظة ده هي على مدار أكثر من أربع عقود بتنفذ تعالى بقى للكورونا المستجد أو التاجي أو الكوفيد 19 اللي بيعاني منه كل العالم دلوقتي لو بصينا في الوزة العادية بتموت 600 ألف كل سنة لو بصينا لكوفيد 19 لا يمثل اللي هو الكورونا يعني لا يمثل بالنسبة لها 5% ولا 3% لكن هما نكحوا في أن الآلة الإعلامية اللي هي حروب الجيل الرابع إنها تعمل حالة هلع عند الناس كلها وللأسف إحنا نزلقنا في هذا المنزلق دون أن ندري أصبح إعلامنا مرئي مسموع مرئي مكتوب كله بيتكلم عن الكورونا وكأن الوباء حق عام على الكل مصر الحمد لله ربنا حفظها زي ما أنت قلت لأن ربنا سبحانه وتعالى عندما أراد أن يتجلب نوره في العالم كله اللي خلقه على الكرة الأرضية اللي خلقها تجلب في مصر فمصر محمية بإذن الله ومذكورة في القرآن 23 مرة ودخلوا مصر بإذن الله يأمينين عندنا القيادة السياسية وعية جدا الحمد لله خدت القرار المناسب في الوقت المناسب لم تلتفت لكل هذه المهاطرات لأنه يعي تماما ما يحدث في العالم ويعي أمور إحنا ممكن ما نكونش نعيها فيريتني نضع كل واحد في مكانه يتكلم في اللي يعرفه وياخد القرار في اللي يعرفه طيب أنا عايز أروح معك لنقطة الشارع بيتكلم فيها وناس كتير جدا بتتكلم فيها وبتقول أن كورونا هو حرب بين أمريكا والصين حرب اقتصادية لضرب الاقتصاد الصيني أمريكا بتريد أنها تضرب الاقتصاد الصيني لتفوقه ولأن الاقتصاد الصيني ابتدى أنه يفوق الاقتصاد الأمريكي فحاولت أمريكا عن الطريق اللي هو الغاز أو الفيروس كورونا أنها تحاول تعمل ضرب في الاقتصاد الصيني ولكن هذا انقلب السحر على السحر زي ما حضرتك قلت ولكن ابتدت تصاب به أمريكا نعم بعدما كان القيادة في أمريكا بتقول أن الأعداد قليلة جدا ابتدت الأعداد تزيد بطريقة رهيبة جدا وقفلوا مدن وحيفلوا ولايات وفي حظر في ولايات وفي حظر ابتدى غير متوقع زي ما هم كانوا غير متوقعين جدا كانوا بطلعوا يقولوا الأعداد 2 و 3 دلوقتي الخطابات بقت مقتضبة جدا والخطابات حدة جدا في أن خلاص يعني حصل حظر حصل خلاص بقى النهاردة في تعبئة وفي موال كبير جدا في أمريكا الصيني بتريد تاخد تدبير احترازية وبتريد تقفل تاني وبتريد ترجع احنا شايفين مباراة النهاردة بين أمريكا والصين العالم كله بيرى هذه المباراة وبيشوف حتى ترسع وإن كانت هذه المباراة امتدت لدول أخرى يعني امتدت دخل فيها فرنسا دخل فيها انبلترا دخل فيها كل الاتحاد الأوروبي شايفين فيها يعني احنا بقول ربنا عافينا ربنا عافينا طيب هناخد فاصل حضرتك ونرجع تاني فاصل قصير عزيزين مشاهدين وارجع لحضرتك بعد قليل وارجع نالك تاني يا عزيزين مشاهدين بعد الفاصل بشرف نكون معي دكتور ناصر فاروق نائب رئيس تحريد مجلة الإزعاء والتلفزيون وكنا بنقول قبل الفاصل ان هناك حرب اقتصادية بين أمريكا وبين الصين وان هذه الحرب اللي ضرب الصين في مقتل لتفوقها الاقتصادي على العالم كله البعض بيظن ذلك ولكن هذه الحرب او هذه المباراة لانه انه دخل فيها أعداد كبيرة جدا من الدول إيطاليا فرنسا أسبانيا ألمانيا معظم الاتحاد الأوروبي لقنا داخل في تلك المباراة وتلك المعركة الشواهد ايه والنظرة راح فين والموضوع كله هيروح فين ده اللي حنعرفه من خلال ضيفنا أستاذ ناصر فاروق أستاذ ناصر كنا نبقى بالفاصل بنتكلم عن الحرب الدائرة الاقتصادية اللي بين أمريكا وفرنسا بين أمريكا والصين وطالت كثير من الدول الأوروبية يريد تحليل الموقف برؤيتك والله كلامك ده بيؤكد نظرية المؤامرة اللي هي موجودة بالفعل ونظرية المؤامرة بتقول ان خرجت أبحاث من بنك الدول الدولي ومن معظم الدوائر الاقتصادية العالمية ان تلاتين عشرين او عشرين تلاتين هتشهد نمو اقتصادي في الصين بشكل غير عادي واقتصاد الصين هيبقى ثلاث أضعاف اقتصاد أمريكا والصين هتبقى هي نمبر ون والهند نمبر تو وانه مصر هتبقى تحتل المركز السادس فوس أكبر عشر دول على مستوى العالم اقتصادية يا رب ان شاء الله وده هيحصل بإذن الله ان شاء الله امريكا طبعا بكل أجهزتها المخابراتية ودوائرها والاتحاد الأوروبي معاها قلبا وقالبا سيبك من اللي بتشوفه على الساحة بدأت الحرب والضرب في الصين وكان الهدف من فيروس كورونا هو بالفعل ضرب الاقتصاد الصيني من ناحية الناحية التانية زي ما بيقولوا كده يضرب عصفرين بحجر لا هو كان عايز يضرب تلعط عصفير بحجر وعشان كده قلت لك انقلب السحر على السحر وصانع السم بيدوق فإلا حصل ان الصين قدرت تحاصر نفسها وقفلت على اهان اللي ظهر فيها الفيروس بشكل غير عادي واهان ديت بتمثل 70% من صادرات الصين الصناعية والتكنولوجية وكانت ضربة قاسمة للصين إلا إن الصين زي ما هيقفلة على نفسها وعملت نفسها واطس وفيس خاص بيها قفلت اهان وادرت تحجم الفيروس وتقضي عليه وبدأ الامر ينتشر لدول اوروبا وبدأ في ايطاليا وهو كان المستهدف على فكرة الصين وايران ايران نظرا للظروف الاقتصادية المحيطة بيها والعقوبات اللي عليها فمش قادرة تعمل اي حاجة وانا بعتبر دوت يعني ربنا بيسلط عليهم هذا البيع انه ينتقل لامريكا وينتقل لأوروبا وأوروبا دخل نفس الصباك بتاع الحروب البيولوجية والجرسومية وظهرت وصائق مؤخرا يعني أنا كتبها في المقال القادم بإذن الله ان فرنسا هي اللي عملت المقتبر بتاع الصين وشاركتها فيه ويقال انه تصرب من هناك او تصرب من خلال خفاش كانوا بيجروا عليه تجارب كلام ده غير صحيح خرجت وثيقة بتقول ان براءة الاختراع عند فرنسا من مركز الاختراعات الرسمي الاوروبي مدون في هذا الفيروس من 2003 والامصال بتاعته والعلاج بتاعه فإذا نظرية المؤامرة محبوكة والأدوية بتاعت الفيروس هتظهر في خلال أسبوع أو عشر تيام وهيتكلب عليها العالم كله وهيحققوا من وراها تريليونات تريليونات يبقى ده هم نكحوا في داخل لكن قتلوا شعوبهم يعني لما بقولك انقلب السحر على السحر قتلوا شعوبهم والنهاردة رئيس وزراء بريطانيا في الحجر السحر وقابل منه المستشارة الألمانية والنهاردة نتانياهو فسبحانك يا رب سبحانك يا رب وأنا باعتبر يعني وده اجتهاد شخصي طبعاً إن كورونا رد على حاجات كتير حصلت في 2020 رد على اتخاذ المسلمين في الهند والصين رد على صفقة القرن رد على المجازر الوحشية اللي بيعملوها رد على الإمبريالية العالمية اللي عايزة تفضل متحكمة في العالم القادم إن موازين القوة كلها هتتغير على مستوى العالم ومع نهاية عشرين هتعلن أمريكا حربها على الصين ولن تنال من الصين وموازين القوة في عشرين ثلاثين هتتغير تماماً طيب دكتور ناصر هروح معك لنقطة مهمة جداً وعايزين نخش بقى ندخل على الجانب المصري عايزين ندخل عندنا ونشوف احنا عندنا ماشيين إزاي شايف حضرتك الدولة ممثلة في رئيس الدولة والحكومة والجيش والشرطة وبعض الشعب من عندنا ابتدت والمنظمات الموجودة عندنا ابتدت إن هي تشوف إن هي عايزة تقف لمحاربة هذا الفيروس وخلت تدابير احترازية جمدة جداً منها قعد في بيتك منها إن هي قفلت المواني قفلت المطارات خلت تدابير احترازية مهمة جداً للشعب ولكن احنا عندنا الشعب برضو بتاعنا طيب زي ما بنقول ولكن الطيبة دي ممكن تودينا في حتة وحشة قوي موضوع قعد في بيتك والسيد الرئيس نادى بيه قالك قعد في بيتك مجرد أسبوعين بس عشان أقوى ده أقوى 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 شيء في التدابير الاحترازية اللي خدتها الدولة والدولة مشيت بخطة سابتة في تدابيرها الاحترازية ولم تتصابق كما فعل البعض واحنا بشهادة منظمة الصحة العالمية احنا أقل الدول تضرراً من هذا الوباء اللي عيني دي حاجة الحاجة التانية المشكلة في ان انت بتقولي الدولة الدولة فعلاً بزلت أقصى ما في وسعة كحكومة وقرادة سياسية اللي عليهم العين واختافه تماماً نواب الشعب للأسف نعم ومحد تسمع لهم صوت ولا شافهم بعض المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني ليها دور برضو بعض المنظمات في ناس برضو تطوعيين في ناس تطوعيين أموا بدور مهم جداً هذا بناشد كل رجال الأعمال وكل من لديه النية لعمل الخير مع الدولة فيه أماكن سيادية فيه صندوق تحيا مصر فيه صندوق الزكاة بتاع جامعة لازر فيه بتاع شيخ لازر لأن دول الأماكن اللي هتطلع تدي للناس بشكل محترم وبشكل جديد طيب طب هاخد فاصل وارجع لحضرتك تاني مش شكراً فاصل قصير فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بعد قليل وارجع نالك تاني يا عزيزي المشاهدين بعد الفاصل وحنكمل حديثنا مع دكتور ناصر فاروق وحنشوف التدابير الاحترازية اللي واخدها الدولة من إنك تقعد في بيتك ده أمان ليك أمان لبيتك أمان لأسرتك أمان لنفسك أمان لأولادك لازم إن انت تتبع هذه التدابير الاحترازية على أساس إن احنا مش عايزين نوصل زي غيرنا الحمد لله الأعداد اللي بتقول عليها وزارة الصحة الحمد لله إحنا بنصق فيها وبنصق في الكلام اللي بتقوله دكتور ناصر هروح لحضرتك لنقطة مهمة جدا وبعض اللي بنشوف على الفيس والسوشال ميديا بعض المغردين بعض الخوانة بيقولك إن مصر فيها أعداد كبيرة جدا مصر حصل كذا مصر ما تقد كذا مصر ما تقد كذا شائعات رهيبة جدا لإثارة البلبلة طب أنا النهاردة لو بيحصل الكلام اللي بتقال دوت هنفترض جدل إنه هو بيحصل إنه فيه نسب وفيات عالية جدا ونسب إصابة جمدة جدا زي ما بيت قال طيب الناس دول محاتبان هيظهر والناس هتعرف والناس المحافظات هتقول وده هيتكلم وده هيتكلم محاتبان وحتبقى ظهرة نتكلم وهنقفل منظمة الصحة العالمية ممثل منها تلاتة موجودين في مصر وكانوا بيشرفوا قريبا ووزيرة الصحة يوم الجمعة اللي فاتت كانت مجتمعة هي وكل وزراء الصحة مع رئيس منظمة الصحة العالمية وخدوا آخر التدابير ومنظمة الصحة العالمية قالت إن مصر من أفضل الدول في أخذ الاختراضية وإن عندنا أقل الأعداد وإن إحنا مسيطرين بشكل محترم جدا وده واضح لكل الناس أما عن المليشيات ده يعت فدي المليشيات الإخوانية ودي معروف يعني مداها إيه وهدفها إيه وهم بيحاولوا بكل الطرق أنا في بداية المرض شفت على الفيس واحد طالع يقولك لو أنت مصاب روح سلم على بتاع الشرطة وبتاع الجيش لا طبعا مش هاهم فعلا مش هاهم يعني ناس بتكره نفسها طيب هناخد الاتصال ونرجع لحضرتك أهلا بيك متفضل يا فنم لو السلام عليكم أهلا بيكم السلام ورحمة الله وبركاته الزي يا حضرتك وزي يا حضرتك أفنم الحمد لله يا فنم متفضل يا فنم بسؤال حضرتك أفنم إحنا بنقول الحاجة بغيره معلومة الشيان عاسف فارت فارت الفيروس كورونا ده هو جند من جند ربنا تمام إحنا محتاجين من حضرتك أفهم من الدكتور إحنا محظورين من قبل الحاضر كتير ناس كتير محظورين تمام فيما معناه إن أنا كنت راجل سواء بروحة خاصة ويعناية فيك الشراء وما تشوفهاش رب يعناية عابتني وفي بطاقتي صنعة يعني أنا صنايعي في بطاقتي المكتوب صنعة تمام وفيه 500 جنيه جاين من عند ربنا من سيادة الرئيس مشكورا مديني 500 جنيه تمام مدي هلا أنا ولا مدي مدي للي بدون عمل طيب حاضر حينجوبك وهنقول لأستاذ نصر وهنشوف الموضوع ده لسه هنتركه حال إن شاء الله هو بالفعل فيه مبادرة من الدولة ودي اللي طرحها السيد الرئيس ودي عبارة عن أن اللي بيمتهم مهنة اللي هم الصحاب الورش وصحاب المهنة اللي شغلين فيه العمالة اليومية الصحاب الورش والمهن اللي هي متضررة فيه بيخشوا يسجلوا بياناتهم عليه ده تابع لوزارة القوة العاملة ليهم مبلغ أكبر من الـ 500 جنيه لكن الـ 500 جنيه دي كانت مؤقتة وصرفت النهاردة في المنوفية وصرفت في كفر الشيخ وهتعم كل محافظات مصر دول وحاجة بدائية يعني حطوة أولية دول للناس اللي هم كل الأعمال الحرافية اللي هي اليومية اللي هو اليوم بيوم اليوم بيوم طيب دي اللي عايز أتكلم حضرتك فيها وأقول لك ونركز عليها برده نعم احنا النهاردة 100 مليون نعم وعندنا في مصر ما ننكرش اللي احنا فيه عندنا رجال أعمال فيه ناس أغنية جدا فيه ناس ربنا يزدها فيه 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 والله قبل ما تكمل كلام لو فيه تكافل اجتناعي حقيقي مكان هي ما هيبقى فيه في مصر مش هتلاقي حد ديناي من غير عالي احنا ليه النهاردة وزن بالناس دي فرقبة الناس دي ليه الناس دي ما هي الدولة مش هتعمل كل حاجة خلي بالك الدولة كفاية اللي هي شيلة اللي شيلان خلينا نتكلم بمنتصر انت تعرف ان هذه الكارثة سببت أضرار اقتصادية للدولة قد ايه مطبعا وانت دولة يعني يا دوبك لسه بتشم نفسك طيب هناخد نوها ونرجع لحضر نوها تفضلي نوها ألو أيوة تفضلي يا فندي ألو طب حاولي تكلمينا تاني يا نوها نعطي على الاتصال دكتور ناصر يعني الناس دي يعني احنا بنقول الناس الأغنية دي رسالة عايزين نوجيها النهاردة للناس الأغنية دي انتو النهاردة يعني ممكن لو كل واحد تكفل عشر أسر عشر أسر بس للمدة دي وللأزمة دي هتبص تلاقي العشر ومش هتلاقي واحد بيشتكي مش هتلاقي واحد النهاردة عنده ثلاث أربع أولاد بيتحرج انهما معاوش فلوس بس للأسف في السوشيال ميديا طلع الأمر على انه شو إعلامي وان دا بيتحدى دا ودا بيتحدى دا فعل الخير لا فيه تحدي ولا فيه شو إعلامي واللي عايز يعمل خير ما بيعلنش عن نفسه يعني للأسف الشديد أنا بقولك هو السوشيال ميديا عامل زي السكين هو بمكن يكون فيه ناس عملوها نياتهم خير وعايزين يعملوا خير وبيحفزوا غيرهم من هم يعملوا دا نتمنى هذا وتمنى انه يكونوا صادقين النواية إن شاء الله احنا بنتمنى دا انا يهمني بس الطبقة العاملة البسيطة في مصر احنا عاوزين الناس دي كلها يبقى لهم منفز يعني حتى لو انت غني حط في منفز عندك صندوق تح مصر أو انت عندك القسر دي بإيدك روح تديها يا سيد الفاضل أنا جاني اتصال من أحد المحامين ومن يومين بيقول لي حاول تناشد يشوفونا حل لأنه برضو المحامي حر وموقف حاله بقاله شهرين والله أعلم الدنيا رحبين على فين فبردو دا برضو من الطبقات اللي بدأت تسرخ الأزمة الاقتصادية دي ما ننكرش اللي فيه أزمة على العالم كله كشفت عورات الدول الكبرى ما بالك بإحنا دستر من ربنا اللي مصر فيه احنا بنقول مصر مصر والله هي دستر من ربنا ومصر على قد الحفاك مدي رجلك زي ما بنقوله لو الواحد معاه خمسة جنيف اليوم بيمشيها دا لو انت اللي هتدبر حالك لكن لما ربنا اللي بيدبر الحال بيبعت البرد على قد الغطر تمام 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 فدي تدابير ربنا احنا بنناشد بس الأغنية الناس اللي قادرة ياريت سندوق تحيا مصر موجود وعليه رقابة وتحت رقابة رئيس الجمهورية يعني بعض الناس نزلت على السوشيال مياه ان بعض الناس وادتوا لبعض الجمعيات يشتقوا ان الفلوس دي مرحتش والجمعيات ما سألتش في حد ما انا بقولك لعدم الثقة في مجتمعنا وفي المنظمات المجتمع المدني دلوقتي والناس وقدت الثقة فيها ما هو انت عايز تتبرع وبتلاقي القيلة وقال فبتكف يدك لان فيه ناس بتستغل المواقف استرال سيئ فسندوق تحيا مصر وصندوق الزكاة وصندوق شيخ لازهر دي كلها تحت رقابة من الدولة والأموال هتوصل لمستحقيها بشكل محترم وبشكل جاد القوات المسلحة عاملة شغل يعني فعلا يد تحمل السلاح واليد الأخرى تبني وبتطبب وبتنظم وبتطهر وبتطهر وشوف بقى رغم الكارسة الوبائية اللي بتحتل العالم كله إلا إن كل يوم التاني ما زالك العملات الإرهابية موجودة في سيناء ولكن رجالتنا هناك يقزين وقفل لهم بالمرصاد ربنا يحميهم ربنا يحميهم دكتور حروح معك لطائفة أخرى تستحق اللي احنا نرفع على القبعة ونقول لهم شكرا على الجهد الأبطال الأطباء الأطباء هنتكلم عليهم بس هناخد الكليفون ده ونرغل حضرتك ساني ماشا الحجة نبيلة تفضلي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أنا بكلمت من فعيد مصر إن شاء الله أهلا وسهلا وكل سامة ونت طيب والدكتور الجميل اللي مستطيفه بجد والله ربنا يخليك يعني آل كلام جميل اللي في أول العلا على أمريكا وإيران وصين يعني فلط الكلام هو فعلا ده الأطباء والله ربنا يخليك عايزين نتكلم عن مصر يا حجة أنت أخبارك إيه دايما يا دكتور ربنا يديك الصحة والعافية قولي لي مصر ربنا يخليك حبيب أخبارك إيه في مصر الدنيا حلوة معك الحمد لله ربنا بس يفع عننا البناء والله دعواتك يا حجة دعواتك يا رب يا حبيبي ربنا يحليكم ربنا يخليك وكملي معنا يا حجة إن شاء الله شكرا لك سوز ناصر أستوقفك دقيقة أنا عايز أقول لكل المصريين أن ربنا حامي البلد دي وساترها بأولياء الليها الصلاحين لسه قولنا في أول الحلقة وبدعوات اللي على الفطرة دي اللي في كرة والنجوع مصر اللي مازالوا على الفطرة على الفطرة تمام يصلوا العيشة ويناموا ويصحوا للفجر تمام بيتمتعوا بالنقاء بيتمتعوا بالصدق مع أنفسهم وعندهم وعي سياسي أكتر من أساس الجمع وبيتمتعوا بالصحة بقى آه ربنا يجمع عليهم الصحة الربانية بقى ربنا يجمع عليهم وربنا بيحفظهم ربنا يجمع عليهم على فكرة بمنازمة الصحة عايز أقول لك على حاجة تم اكتشاف أن الشاي بتاعنا العادي دوت ده من أكبر العلاجات لكورونا ضد كورونا ضد كورونا ليه؟ لأن في مادة اسمها زنتانين واللي هي القفايين وده اللي اكتشفوا الطبيب البطل بتاعهم اللي اكتشف كورونا ومات بكورونا بعد سبع ايام ودلوقتي صوره بتتصدر كل الأماكن في الصين ومادة التيرومين واسيو في الليل دولة المادتين دول بتحطوهم مصانع الشاي للشاي عشان الحشرات وعشان يحافظوا عليه بيعملوا ايه؟ دول مضادات طبيعية للفيروس اللي عين ده اكتشفوها ازاي؟ ان بيقدموا شاي تلات مرات للمرضى في المستشفيات كانوا في الصين لقوا ان نتيجة الشاي دي هي اللي بتصرع بشفاقهم اكتر من العلاج والمصرين بيشربوا شاي على طول والمصرين بسم الله ما شاء الله بيشربوا في اليوم عشرين شاي حاج جنادي يا تفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله لو سمحتت دلوقتي انا باخد ربا 150 جنيه من الضمان الاجتماعي تمام ودلوقتي انا بناتي كانت شغالة صحضانة ووكدة شغالة برضا في محالة تمام دلوقتي قاعدوا وانا متعارفة اعمل ايه بربا 150 جنيه طول الشهر مية ونور وغاد والضمان الاجتماعي بقالوا كم سنة ما بيزدش تمام انا اعمل ايه في الدنيا دي ان شاء الله ربنا هيكرمك بإزداله قاعدوا طلقوا معي البنات ومعي بنتين بيتشوروا وقفت الشوارات ومش عارفة اعمل ايه طب مفيش معاش ليكي حضرتك بتاخديه معاشي ربا 150 جنيه من الضمان الاجتماعي بقالوا كم سنة ما زدش جنيه حاضر حاضر يا سوزة نادية سيب لنا رقمك وان شاء الله هنتواصل معاك بإزداله طبعا احنا عايزين نقول ان فيه الناس بتعاني احب اقوم بس اختنا المتصبة ان بالنسبة لفواتير الكهرباء والغاز والمية والكلام ده كله مش هيطالب بها المصريين هذا الشهر لحين تدارك هذه الازمة ودي تعليمات من القادة السياسية وان بالنسبة الموضوع الضمان الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي كانوا نقشوا الموقف دوت من فترة وهيزيد بإذن الله على شهر السابعة القادة ان شاء الله هطمنها يعني احنا بنطمن كل المصريين ان شاء الله حتى الناس ولازم كلنا نتحقق الازمة لغاية ما تعدي بإذن الله فترة وحتعدي ان شاء الله واحنا احنا في شهر شعبان ودخل علينا شهر رمضان وانا هسيب لحضرتك واطس يريد تنزله على الشاشة بحيث ان اي حد محتاج طعام محتاج الـ 500 جنيه بيتواصل مع رقم الواطس دوته وبعتوله حاجته لغاية باب البيت طب تمام ان شاء الله هننزله ان شاء الله ونبقى نتواصل به دكتور ناصر عايز اقول له حضرتك ان احنا النهاردة يعني بنقول بنرفع الكبعة للأطباء وللممردين ولكل واحد النهاردة في الحجر الصحي وكل واحد طبيب او موظف او ممرد او ممرضة في الحجر الصحي عايزين في دقيقة نقول لهم ايه نشكرهم ازاي انا عن نفسي بشكرهم وبقول لهم انتو ايمين بمجهود خارق مجهود فضيع جدا ربنا يعنكو ويسلمكو ويرجعكو الاهليكو سالمين يا رب حنشوف دكتور ناصر يقول لكم ايه يعني هو بامانة المجال الطب بكله في مصر اثبت كفاقته وبنحييه من هذا المنبر وفي كل المجالات ان كان صيدلة او طمريد او طب بشري او علاق طبيعي لان كلهم منظومة واحدة فربنا يعنهم ودي طبيعة المصريين والمصريين كلهم في خندق واحد وكلهم يحارب فيه جبهته اللي مسك القلم بيحارب به لو بيكتب بصدق اللي قاعد خلف الكاميرا والشاشة لو بيتكلم باخلاص وبضمير اللي قاعد على الفيس والموبايل يتقل له في الشعب المصري ويبطلوا اشاعات ونبطل ترويج اشاعات والخبر اللي احنا مش متأكدين منه ما نشيروش ما نشيروش صح علشان خاطر ما نعملش بلبلة لان احنا كده بنشجع ماليشيات الاخوان والماليشيات الارهابية في ان كلامهم الكاذب وشائعتهم تنتشر في وسط الناس فيحصل عند الناس هو الهدف من القصة كلها ايه حالة هلع ان الناس تخاف انك تموت بالبطيء تعددت الاسباب والموت وحيده احنا لغاية النهاردة بنعتبر الحمد لله ساتر من ربنا بالنسبة لهذا الوباء وبالنسبة الاحترازات اللي خدتها الدولة وبعدين تعال انبص على الفلوانزة العادية زي ما قلتلك بتموت ستمائة الف كل سنة كميرا حوادث الطرق بيموت عليها قد ايه لكن مش معنى كده ان احنا هنسيبها لغاية ما الناس كلها تموت لأ احنا واخدين يعني اعقلها وتوكد ان شاء الله ربنا يسطرها ربنا يسطرها بالنسبة للاطباء يعني ارجو ان الدولة برضو تنصر لهم بعين الاعتبار شكرا لحضرتك شرفتيني ونورتيني ويا رب ان شاء الله دايما معنا ان شاء الله نتكلم بما فيه هو صالح للشعب المصري كله ربنا يعدي الغمة دي على خير وينصر الامة وان كنا احنا تضررنا جزء من هذه المحنة فالمحنة دي كانت لطمة على وجه من صنعوها شكرا شكرا اعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة لا يسعني انا اتقدم بالشكر للدكتور ناصر فاروق نائب رئيس تحرير مجلة الازعاء والتلفزيون كورونا من عند الله سبحانه وتعالى مهما تعددت الاسباب ومهما قلنا صناعة هو بارادة ربنا سبحانه وتعالى هو حيجي له وقت لما ربنا يقول له طب استأذبك في حاجة هي كلمة اخيرة الشعب المصري كله اطمئن لان كل الابحاث اكدت ان المناخ السخن بتموت فيه هذا الجرسوم ومصر على عشرة خمستاشر اربعة الاجواء هتتصلح فيها الطبيعية ودرجة الحرارة مش هتقل عن 25 بإذن الله ومش هيبقى فيه وجود لهذا الجرسوم بإذن الله عموما تخلي بالك اتبع التدابير الاحترازيات يالك نلزم بيوتنا نلزم بيتك خليك في بيتك لغاية ما تعدل ازمة السيد الرئيس قال اسبوعين وهيعدوا ان شاء الله هانت اشرس اسبوع اللي احنا فيه ياريت تبقى في بيتك التزم بيتك والتزم اولادك تعرف على قسرتك صلي اقرحنا في شهر شعبان استعد الرمضان حاول تفكر ان الفيروس ده جي من عند ربنا عشان يخليك يصح ضميرنا وينشط شعورنا تاني ونرجع لربنا تاني الحمد لله لو جبهونا في فيروس ما جبهو لناش في تسونامي ولا في ولا في اي حاجة تانية اخطر من كده نقول الحمد لله وان شاء الله غم وحتتزال ونتمنى ان شاء الله ان يجينا شهر رمضان ومصر كلها الجوامع مفتوحة وبنصلي صلاة الترويح وبندعي ربنا وبنشكر ربنا شكرا لكم عزيزينا مشاهدين على امل ووعد ان نتجدد اللقاء في حلقات اخرى كان معكم هاني الفرماوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته